كان فيها أيضاً عن تاريات رهي من عندما يسمى بوزير الصحة يتحدث عن أننا سنشتري اللقاح ورانا في مفاوضات متقدمة جداً ورانا التقينا صفراء دول تعلقاح والدول تعلقاح والحد الآن هذا أمريكا بولئات المتحدة يعني ألمانيا مشاركة بيونو تيك لكن في الحقيقة المشرف هي فايزر شركة أمريكية وشركة أمريكية أخرى هي موديرنا فيها حديث الروس قالوا باللي هما أيضاً اكتشفوا إلى آخره فيه لكن اللي الناس ما اعتبرته صحيح أو على الأقل عنده هذا الشهرة هما فايزر ومعها هذه الشركة الألمانية الصغيرة أو المشاركة معها واللي حقيقة لعب الدور أساسي في اللقاح لكن المشرف العام هي الشركة العملاقة فايزر شركة الأدوية واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم والشركة الأخرى أمريكية موديرنا إذن ما نشعارش سفراء الأخرين ما وش يدير معه فرنسيس علش سفراء فرنسا ولا بلجيكا ولا إيطاليا ما عندهمش دخل هما في روحهم رم بش يشرب ثم أنا السفراء يا ما يسمى بوزير الصحة السفراء ما هم الشركة التجارية آه نعين أنه صحيح الموضوع هذا تع كورونا دخلت في دول وأصبحت لكن في نهاية المطاف لازم تتفاوض مع شركة فايزر وشركة موديرنا على آخر الشركات هذه التي تنتج اللقاح وبالمناسبة هذون بالرغم من أنهم ربما اكتشفوا اللقاح نتمنى ذلك لإخواننا في كل مكان وإخواننا في البشرية في الحقيقة لكن هذه الشركات الأدوية راه ديناصورات كبار وراه نهب كبير في العالم وراه معروفة المقولة يعني أنشئ الفيروس ودر له الانتيفيروس معروف أن كثير من الفيروس اللي في الكمبيوتر مثلا الفيروس كان أحيانا هي شركات اللي تطور الانتيفيروس هي اللي تكون أنشأتها أو شاركت فيها أو سكتت عليها أو خلاتها تمشي إلى آخر مش كلها لكي جزء منها يعني نعرف معروف وشركات هذه الأدوية أيضا عندها في هذا الموضوع يعني في كثير من الحالات كانوا وهم مسيطرين على أحيانا مسيطرين على الأسماء مسيطرين على الأدوية ما يخلوش الناس يخرجوا بأسماءهم أو يصنعوا تحت الأسماء المعروفة واضطر الدول الكثيرة بما فيها الهند اللي هي مشهورة في هذا المجال والصين أيضا إلى أنها نفس الدواء تعطي له اسم آخر باش تهرب من قضية الحقوق التأليف أو حقوق الملكية يعني مع ذلك نقول لهذا الجاهل تع وزير الصحة اللي كان ظل يكذب ويعطي لتبون في المعلومات وتبون يخرج يقولوا إحنا مسيطرين واللحاء الوضع مسيطرين عليه وهنا نشوفه الآن الأوضاع وين وصلت نقول له أن التفاوض ليس مع السفرات وأن التفاوض مكشنت اللي تجريه المفروض يجروه خبراء خبراء في التجارة وخبراء في التفاوض وخبراء في التعامل مع هذه الديناصورات وخبراء أما أنت فرق قلت أشياء كثيرة كاذبة أو على الأقل خاطئة وخبراء في الصحة يعرفوا هذا ولعل عشرات المرات ذكرت لك تناقضاتك وأكاذيبك حكومة من الكذابين مرة يقول لي واحد كل مرة لازم تواجههم وتجيبه وش يقوله وترد عليهم وهذا وش في فايدة أعطينا الحل في جهات أخرى لا مهم هذا إخواني سقوط الدكتاتوريات يعني وشنو حاجة لتنهيها هو حين كشف أكاذيبها حينما تكشف الأكاذيب والخدع والمخر عن الأنظمة المجرمة ينتهي المفعول صحيح نحن رأي تقريبا شبه منتهي عن الشعب الآن لكن يبقى أنه تحطيم الأكاذيب ومواجهتها وحيانا بوحدة بواحدة وهو ما يقوم به ويقوم به أخوان آخرين مهم ومهم جدا في هذه المعركة معركة الوعي لأن معركة الوعي هي معركة أساسية ضمن المعركة الكبرى بدون وعي لن تذهب بعيدا إذن جايبين هذا الأخوان في الحقيقة أنت هذا أننا في مفاوضات متقدمة هذا كله كذب لأن باختصار بسيط الشركات هذه مازال ما أنتجتش راهي قالت بأنها واصلت إلى الحل في حدود 90% أو 95% حسب الشركات ولكن نحن نعرف أن القوى الغربية ستبدأ بنفوسها لا ترامب ولا بايدن رح يسمح لا الفايزر ولا الموديرنا ولا غيرها أن يخرجوا اللقاحات من أمريكا إلا بعد أن تكتفي الولايات المتحدة ثم ما يسمى بحلفاء الولايات المتحدة إذا بقات هذه الشركتين هم اللي يخرجوا هالدواء ثم دول أخرجي فيما بعد حتى لا يستمر الكذب اللي ركم تمروا فيه في القنوات مثل الأكاذيب اللي كنت تمروا فيها وتقولوا الوضع تحت السيطرة ولنا مسيطرين الوضع وكورونا سيطرنا عليه وعندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا